اقتناء سيارة جديدة في الموسمية الحالي لمن استطاع إليه سبيلاً جراء لهبي الأسعار الذي طال حتى المركبات القديمة ورغم دخول موسمية التخفضات السنوية إلا أن أغلب الوكلاء قاموا بإلغاء عروض نهاية السنة بعد تأثر سوق السيارات بالتضييق الممارس على واردات المركبات الجديدة برصة وسيارات هي الأخرى وجدت نفسها رهينة سياسات شدي الحزام التي أطلقتها الحكومة مؤخراً ليترجم ارتفاع أسعار سيارات العمل بدفترية شروط الجديد وقد ارتفعت الأسعار عند أغلب الوكلات ورغم أن الارتفاع كان متوقعاً بسبب انهيار سعر صرف العملة الوطنية دينار أمام العملات الصعبة كالدولار واليورو إلا أن عدد المراقبين اعتبروا موجة الأسعار الأخيرة مبالغاً فيها فقد تعد مثلاً سعر سيارة سوزوكي سيليريو المائة وثلاثين مليون سنتيم فيما تعد سعر سيارة بوجو مائتين وثمانية عتبة المائتي مليون سنتيم في كانتو هي الأخرى رفعتها السقف وأصبحت تعرض مركباتها ابتداء من مائة وست وخمسين مليون سنتيم دينار جزائر شامل كل الرسوم لنسخة القاعدية لتبلغ نسختها الرياضية كاملة التجهيزات المائة وواحد وثمانين مليون سنتيم لهيب والأسعار لم يقتصر على سيارات الأسيوية والفرنسية بل طال حتى سيارات الألمانية حيث سجلت علامة فولزفاجن الممثلة من طرف مجموعة سوفاك في الجزائر زيادات بالجملة خاصة على سيارة بولو غولف وتيغوان إذ ارتفعت أسعار سيارة بولو مثلا بقيمة خمسين ألف دينار جزائري